وقد صدر بيان عن الحوار الاستراتيجي الأول بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن وجاء في البيان أن وزيري خارجية البلدين استعرض المجالات الرئيسة للتعاون بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين والتاريخ المشترك والروابط الوثيقة بين الشعبين التي تعزز هذا التعاون كما رحب الوزيران بنتائج زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في يوليو الماضي للمملكة المتحدة والتي شملت توقيع اتفاقية شراكة الاستثمار والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وتناولت المناقشات مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك حقوق الإنسان والتعاون الأمني والدفاعي وفرص التجارة والاستثمار المتبادلة كما تم مناقشة الأزمة الحالية في إسرائيل وغزة ودع الوزيران إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائم واستنكرى جميع أشكال العنف ضد المدنيين وأكد الوزيران أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني ووقف إطلاق النار لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية كما أشار الوزيران إلى الالتزام المشترك بحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يوفر العدالة والأمن للجميع وفي شأن الحرب الروسية الأوكرانية أكد الوزيران على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ومستدام وفقا لميثاق الأمم المتحدة أكد الوزيران على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ومستدام ترجمة نانسي قنقر